خلال الساعات اللي فاتت جمهور النادي الاهلي رصد الجزئية دي بشكل لافت للنظر والسوشيال ميديا بتبقى مرقاء لما يحدث في المجتمع او لما يحدث في الاعلام الرياضي بشكل عام بصراحة هي عنوانها الرئيسي شو زفرينيا السوشيال ميديا والاعلام الرياضي ليش زفرينيا؟ لان في الوقت لما كانت في بعض اللعيبة ممكن شايفة مستقبلها او مصلحتها في مكان تاني وخدت اجراءات تعاقد مع نادي اخر غير النادي الاهلي الكل بلا استثناء طلع وقال احتراف احنا في عصر الاحتراف احنا في عصر المدة كل واحد ممكن يفكر في مستقبله ممكن ازاي يأمن مستقبله لفترة الجاية وكان فيه سيل من الدفاع عن بعض المواقف خلال الفترة الاخيرة لو انت واخد نفس الاتجاه في امر اخر حتى لو متعلق بناديك وتقول ده امر احترافي وعادي وما فيش مشكلة في امر يخص المدير الفني انه هو سدد الشرط جزائي ورحل لا هنا حصل شوزوفرينيا ازاي ازاي دي خيانة ازاي يحصل كده انا مش بتكلم على اراء مسؤولين انا بتكلم على الاعلام والسوشيال ميديا اللي كانت دايما بتنظر وبتقول كلام ده ما يحصلش كلام ده ما ينفعش النادي الاهلي واللعيبة ازاي تمشي ودي اعمدة طمه في نفس الوقت فيه قرار احترافي لمدير فني تعاقده يسمح بكده فسخ العقد وشايف مستقبله لرؤية لكن الاعلام والسوشيال ميديا مبارح بلا استثناء كلها في اطار موقف غير احترافي وانت مش عارف الفترة الجاية انك على اعتاب بطولة افريقية ده انت محقق بطولتين الراجل شايف كده الراجل وجه يتنظره كده هو شايف انه مستقبله في مكان تاني خلاص هو حر مش ده الاحتراف اللي انتو بتتكلموا عليه هنا بقى الشيزوفرينيا انك لما بتاخد مثال المعيار بالنسبة لك مش متساوي مختلف ليه مختلف لان النادي الاهلي بالنسبة لك هنا هدف مش اعلام هنا بالنسبة لك النادي الاهلي انت عايز توصل لهدف او انت عايز تعمل لقطة معينة مع جماهير النادي الاهلي عشان تهز سقطها في الادارة وفي الاجهزة الفنية وفي اللاعبين لكن سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في النهاية ربنا مطلع على كل شيء وكل نادي طالما بيشتغل لمصلحته وبيفكر في أهدافه بالتأكيد والنية بتبقى سليمة نهاية الموسم هتاخد الهدف اللي انت بتشتغل عليه لكن طول ما المنافذ على طول عينه معاك وعلى طول رسيله كلها يصدر أزمات وعلى طول عايز يقول للناس ان هنا فيه مشكل كتير فجأة بدون أي مقدمات تخرج أزمة عشان تثبت ان الاعلام والسوشيال ميديا في حالة شوزوفرينيا بابين قصين بتسيطر على السياسة التحريرية لجميع وسائل الاعلام بشكل عام خلال الفترة الأخيرة لان البعض ما حابش يتكلم في التفاصيل وراح في سكة مدرب عنده طولة ازاي يمشي رؤيته مستقبله وجهة نظره وعلى فكرة الامر ده لو تقرر في اي نادي كله مدرب شايف وجهة نظره ورؤيته بس الاندية الكبيرة هنا ما بتقفش على الموضوع ده لان في النهاية اللي بيصنع اسم المدرب هو النادي النادي الاهلي صنع اسامهم مدربين كبر جدا فيه مدرب ممكن يفسخ عقده ويدفع شرط جزائف نادي عشان ييجي النادي الاهلي لكن يعمل عكس كده مع النادي الاهلي ما بتحصلش الحمد لله كتير ولو حصلت ممكن مرة كل خمسين سنة لكن في النهاية النادي الاهلي سيبقى قلعة شامخة واستهاز الكم من الحالة الضبابية اللي بتشهدها السوشيال ميديا والاعلام الرياضي خلال الفترة الاخيرة